للحرب الروسية ضد أوكرانيا أبعاد عديدة سياسيا لا يمكن لروسيا أن تقبل بحقيقة أنها فقدت أوكرانيا كمنطقة نفوذ سياسي ويتعتقد أن هذه الأراضي تاريخيا يجب أن تكون مملوكة لروسيا أما اقتصاديا فروسيا تريد التخلص من أوكرانيا كمنافس لها والاستيلاء على مشاريعها الزراعية كما أن عدد السكان الروس يتناقص في بعض المدن إلى حد كبير جدا وهنا يرون فرصة ضم 42 مليون من الأوروبيين البيض إليهم إنهم يخشون بشدة أن ننضم إلى الناتو الوضع صعب ويريد بوتين استعادة الامبراطورية الروسية لقد جاءوا إلى هنا لأخذ تراث الروس القديم إنهم يريدون تدمير الأوكرانيين نحن نناضل من أجل الهوية الوطنية والتاريخية من أجل تراثنا